اشتركوا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير عاوزين في الفيديو ده ان شاء الله قبل ما ابدأ بس ان شاء الله اتفضل فيديوهون بس في النظر وان شاء الله الفيديو ده والفيديو الجاي ان شاء الله واحنا نبدأهم بقى كودنج واهم حاجة زي ما قلت نكونوا فاهمين الكونسبت وفاهمين الكلام حتى لو الكلام لحد ما ممكن يكونوا غامض لكن وحنا نشغلين كودنج العملية هتبقى بسيطة جدا وسهلة جدا وحنلاقك الدنيا ماشية بكل بساطة عندنا حاجة اسمها اتش تي بي بايزيك اه الكلام في فيديو ده احنا شرحناه قبل كده بس عاوزين نفهم الدنيا اكتر في بعض البوينتز كده هواضحها بيقولك ان احنا عندنا الاتش تي بي بايزيك تعالوا عشان برضو تكون الدنيا واضحة احنا عندنا هنا لما انت بتيجي تعمل ريكوست من بتاعك ولا يكن البراوزر ايا كان مثلا جوجل كروم عملت ريكوست لبيج معينة تعالوا كده معي ديات البج بتاعتي تمام انا هاخد ديات اهي اليو ار ايه اللي بفوق وهعمل تسجيل الخروب تمام انا لو روحت هنا عملت تاب جديدة كنترول في وعملت انتر المفروض يروح ايه يجيب لي الصفحة اللي ايه ايه المفروض اللي هي دي يبكيزوا معي اللي هي الصفحة بتاعتي يجيب لي الصفحة دي لأ ما جاب ليش الصفحة دي قال لي ايه قال لي انت مش اتبنوكيت واحد يقول لي ما هو مراجع لي الصفحة هقول لك تمام تعال هنا كده بتاكد هنا تمام بيعمل لك اما انت لو كنت بتاكد هنا هيقول لك لازم تسجل ايه هو ايه هنا بيقول لك الرجاء اغلاق الصفحة وعادت وعادت تاني لانك انت هنا عملت فهو هنا حس بالتغيير يعني لو خدت دي اهي خلان نعمل تسجيل الخروج عشان برضو ما حصلش مشاكل اهو خلان نعمل اهو من اول وجديد اهو لو عملت للاصدقاء هقول لي ايه لازم تسجل الدخول لازم ايه اهو مكتع الفيديو لازم تسجل الدخول يعني انت دي معناها دي معناها انك انت مش اتنوكيتل زي ما ظاهر في الصورة دلوقتي اهو عملت جيت للهوم بتاعي اللي هي الصفحة مثلا الصفحة بتاعتي قال لي ايه تمام انت مش مستبوح لك انك تخش على الصفحة دي تمام واول مرة زي ما قلنا بيبقى انت مش عامل لوجين تمام تمام بيرجعلي بيرجعلي ايه زي ما رجع لهو رجعلي ايه اللي هي بتاعتي الفورم عشان نعمل لوجين اللي هي اه ركزوا معايا اللي هي ايه طيب تمام عملت لوجين ويزر نيمو الباسفر ده تمام كله تمام بعدت جيت للهوم خلاص تمام عاوزين بقى نعرف ايه هي والكلام اللي جنبه ده البيزيك والكلام اللي جنبه ده ده اليوزر نيم والباسورد انكوديد باز اربعة وستين. يعني هو خاد اليوزر نيم والباسورد عمل اعمل لهم يعني اعمل لهم ترميز بالباز اربعة وستين وحطى بلاها باز وبيبعتها في الهيدر في الايه في الاثوريزاشن. مش وهمين. حاول لك قبل كده انا قلت لك قلت لك لو انت عندك السيرفر بتاعك اهو اصدق بتاعك والسيرفر بتاعك انت بتعمل لوجين اول مرة بس. وقلتها في فيديو بلا كده وشرحتها بالتفصيل المميل. اه. هل كل ريكوست? هل كل ريكوست? هاو دعم لوجين? لا طبعا. قلت لك بيبعت في الهيدر في الاثوريزاشن بيبعت اليوزر نيم والباسورد بتاعك. فالدفلت بتاعك انه بيعمل اليوزر نيم والباسورد بتاعك. انكودي باز اربعة وستين ويبعته ويحط قابليها بازي. تمام? ويبعتها في الاثوريزاشن. تمام جدا. مفيش اي مشكلة. تمام? كل ريكوست بيبعته مبتعملش بقى لوجين. مبتعملش لوجين. انت عملت لوجين مرة واحدة. هو بيبعت في الاثوريزاشن البازيك بتاعك واليوزر نيم والباسورد وعملهم انكودي اربعة وستين تمام? مفيش اي مشكلة. ده اللي كنت عاوز او اضحه. لو جينا هنا هيقولك إي يوزر نيم والباسورد بيقولك ايه؟ بيعملها إنكودي بيشتب بيز بازيك اربعة وستين. وهو ما اول ما يعمل لها. ترميز بتزب Gramm normative بالشكل ده بيقولكługми او بيبعتها في الهيبر بيبعتها في الهي Salvador بتج маш blue بتاع الهيشتائي بيبعتها في او pirnograph pearl الوزcı ده البازورد بعد اما تعملهم ايه؟ بعد اما تعمل لهم انكودي بيز باز اربعة وستين تمام اخر بدها عندنا او اخر سليل عندنا واخر نسابة عندنا بيقول لك ايه اللي انت عاوز تعرفه عن البيزيك بيقول لك هو سيمبل خالص ما بيحتاجش ولا ولا لوجن بيج اذا ما بتاكش قلت لك اه منت اول مرة عملت لوجن خلاص انتهت هتعمل الريكوس اللي عاديه هل حيطه باللوجن لا مش حيطه باللوجن هيعمل ايه هيبعد في البيزيك والانكود بتاعت اليوزر نيم والباسورد بيز اربعة وستين وكل ريكوس ايه هيبعد في اه الباسيك واليزر نيم والباسورد انكودة اربعة ايه? اربعة وستين. تمام بيقول لك اللي تاته فيها ما باقاش ما باقاش انكريبتد يعني ايه? مش مشفرة. وببع انها مش مشفرة اذا معرضة للهاكل. تمام? بيقول لك هو بيعملها بس انكودةる باس اربعة وستين. تمام? بس ده لما عمله ترميز بالبيزك اربعة وستين ده مش معناه انها او هاجد اي ان كان لأ. اصلا ممكن واحد يبص للايه ايه ايه ده بيزك اه ومفقاتها بشكل ده ده انكريبشن لا الترميز ده مش تشفير لكن لما نخش هنعرف ازاي هتشفره وحتبقى كل حاجة امنة لكن ده اللي انا حبيت او الظهر قد يكون الكلام غامض ممكن يكون محدش فهم معي بس اكيد يعني فهمت اه ولو مثلا خمسين في المية وده اللي انا عاوزه عشان لما اكتب كودينج واكتكلم واشرح العملية هتكون بسيطة جدا اتمنى يا جماعة يكونين الفيديو واضح لو في اي حاجة مش ففوما تواصل معي هسيبلك لينك الفيسبوك بتاعت في وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته